السلام عليكم مرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة لو لقيت قدامك واحد كان بياكل وفجأة الاكل وقف في زوره ومش قادر يتنفس ايه اللي المفروض نعمله عشان ننقذه من الموقت ايه الاسعافات الاولية اول حاجة لو قادر يكح شجعه انه يكح عشان يطلع الاكل برا لو مش قادر يكح هتعمل حركتين الاولى انك تقف وراه تضربه الكعب ايدك على ظهره خمس مرات ومكان الضرب هيكون بين العظمتين بتوعه لوح الكتف اللي هم العظمتين اللي موجودين وراه في الظهر تاني حاجة لو الاكل ما طلعش برضو هتوقف ورا الشخص المصاب وتلف ايدك حوالين بطنه بين القفص الصدري ومنطقة السرة وتميل بالمصاب لقدام وبعدين تضغط على بطنه جامد لفوق خمس مرات برضو ولو الاكل ما طلعش كرر اخر قطوتين لحد ما يطلع اللي هم انك تضربه على ظهر خمس مرات وتضغط على بطنه خمس مرات طيب لو طفل تتعامل معه ازاي عضرتك هتشيله على ايدك وتضربه على ظهره بس بالراحة عشان ما تكسرش اللوع طيب لو لقدر الله حصل لك حاجة زي دي شخصيا بقى وانت لوحدك هتحط قبضة ايدك فوق منطقة السرة وتوقف وراء ايه كرسي وتضغط جامد لفوق والبرة لحد ما الاكل يطلع يا ريت نهتم بالموضوع ده يا جماعة عشان ممكن ينقذ ارواح ناس كتير شكرا لحضراتكم وقال اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة